وشية الكاثولكية قالت أن المراكز الصحية في علتينا في إيروب تم تدميرها من قبل القوات الإيرتريا ولا تزال هذه القوات تستمر في تدمير منازل المدنيين في تيجراي والهجمات السابقة كانت هائلة ومدمرة وتزيد معاناة المدنيين الذين هم في الأصل عانون بسبب الحصار المفروض وأضافت الكنيس أن إيقاف عمليات الإيقاث في تيجراي بسبب استئناف الصراف في الشهر الماضي جعله أسوأ بسبب تفاقم الوضع الإنساني حذرت الإبراشية الكاثولكية في مدينة عدقرات الشبكات الكاثولكية كرجال الدين الدوليين والعالميين والأمم المتحدة وكل الكائنات التي يهمها الأمر والسلطات المختلفة لإنهاء معاناة الملايين في تيجراي وعبرت الكنيسة على امتنانها لأبناء تيجراي المقتربين من أجل جهودهم لإنهاء الحرب في تيجراي